يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صغاط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرة وخشيا الرحمن بالغيب فباشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاوهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذا أرسلنا إليهم سنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا أبنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البناغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإلا متأتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكعتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة وجل يسعى قال يا قوم التبع المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهددون ما لي لا أعبد الذي فضغني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلقة إن يردني الرحمن إن يردني الرحمن بضرب لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يوقظون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمات بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفغلي ومبي وجعلني من المكومين وما أنزل على قومه من بعده من جود من السماء من جود من السماء وما كنا موزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسغة على العباد ما يأتيهم من وسول إلا كانوا به يستغزئون ألم يغوكم أهلقنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجغنا فيها من العيون ليأكلوا من سمغه وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النغار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد دغناه مناسل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا زريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شعر نغرقهم فلا صنيخ لهم ولا هم يؤذون إلا وحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تغتيهم من آية من آيات وبهم إلا كانوا عنها معرطين وإذا قيل لهم أوفقوا مما وسقكم الله قال للذين كفروا للذين آمنوا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينزرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصون فإذا هم من الأجداث إلى وبهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعدا وحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزغاجهم في ظلال على الأغائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ألا من قولا من رفب وحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم عاهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وانعبدوني هذا صغاط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفغاههم وتكلمنا أيديهم وتشغد أرجلهم وتشغد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصغاط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يوصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محضرون فلا يحزوك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يغى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضغب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي ومين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناغا فإذا آتم منه توقتون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أغاد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اشتركوا في القناة